اخواني واخواتي في كل الوطن العربي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام وانتم بخير الحلقة رقم 11 في رمضانيات رمضان الحلقة النهاردة عن التعلق المريض بالطبيب يعني المريض يشعر انه هو مريض وتعبان واللي هيخففه هو دكتور واحد بس لو ما رحش عنده هو مش هيخف ليه الاسباب ده اما انه هو سمع منه فيديوهات على اليوتيوب وحاجات زي كده فيبتدي هو يرتبط بالدكتور وشايف انه ده الدكتور كويس وكل حاجة وانا مش هخفه لما روح له طب الدكتور مسافر انا حفضل قاعد اتعذب انا حفضل قاعد مستنيه او انه هو كان راح للدكتور ده قبل كده وخف على ايده فلما يجيله تاني يبتدي او يجيله القلم تاني يقولك لا انا مش هروح غير للدكتور ده كويس مفيش مشكلة اكلمه واحجز عنده واروح له لكن لو الدكتور مش متاح يبقى لازم اشوف دكتور تاني صح كده او انه هو يشعر المهم انا مش دي القصة انه هو ينتظر الدكتور لغاية لما يجي من السفر او يروح للدكتور او يروح للدكتور تاني مش ده هدفي من الفيديو انا هدفي من الفيديو انك ما تبقاش متعلق بانسان زيك لان الدكتور ده انسان لا حول له ولا قوة انسان زيك ما تبقاش متعلق بي انه هو اللي هيخففك او هتخف على ايده او هو ده السبب الوحيد اللي هيخففك لان زي ما احنا قلنا انت بتتعلق بالله سبحانه وتعالى ربنا هو اللي بيشفيك ربنا هو الشافي لو الدكتور ده مش موجود ولا يفرق معك حاجة انا حدعي ربنا هروح للدكتور تاني وهعمل حقوق بكل الاسباب المتاحة لكن الحالة النفسية بتختلف لما اكون انا مش هخف غير لو روحت للدكتور ده فحالتي النفسية تتدهور لان الدكتور مش موجود او مش عارف احجز عنده او هو مسافر او هو مش عارف او صلط فانت كده بتخلي حالتك النفسية تأثر عليك ما تخليكش تخف في حين ان هو الشافي هو الله انا اللي يهمني في الجزء ده هو الجزء الايماني انك ما تتعلقش بالدكتور لان الدكتور ده انسان زيك وضعيف زيك ولو عي او مرض مش هيعرف يعالج نفسه حيدعي ربنا ان هو اللي يشفيه فاهمني حيدور على اسباب لكن برضو في الاخر الشافي هو الله مش الدكتور فاحنا بنتكلم ان احنا ما تتعلقش نفسيا بدكتور معين او بعلاج معين او بطريقة معينة لان الطبيب الحقيقي موجود لا يموت حي لا يموت الطبيب الشافي الماهر البارع هو الله سبحانه وتعالى موجود معك على طول فنتمنى ان احنا نصفي قلوبنا خالص نقتنع من جوانا ما نقولش بس ببقنا ان انا عارف ان الشافي هو الله وكل حاجة لكن تقتنع بيها ان فعلا الشافي هو الله وصدقوني احنا ده كترة غلابة جدا صدقوني مهما وصلنا للعلم بعد كل كم سنة نكتشف ان اللي احنا كلنا بنعمله نغيره ويطلع ابحاث جديدة تقول ان اللي احنا كلنا بنعمله مش مظبوط ونبتدي نتجه بعلاجات اكتر وكل ما انتوا بتلاقوا علاجات حديثة في الطب وبتقولوا ان الطب بيتقدم انتوا بتفرحوا لكن انا شايف ان هو بالعكس ده معنا ان احنا متخلفين جدا معنا ان احنا كبشرية كبني قدمين العلم كله ما بقاش عندنا لان انت بيقولك احنا بقينا نعمل كده طب اللي كنت بتعمله قبل كده يا دكتور اه طلع ما هواش 100% صح فاحنا غيرناه فانت لو بسيطوا للطب انتوا ما تعرفوش لكن الدكاترة يعرفوا الطب عمال بيغير في قواعد العلاج باستمرار فده معناه ان هو كل مرة يكتشف انه قعد عشر سنين يعالج بطريقة مش مظبوطة فيغيرها بعد عشر سنين يكتشف انه لا ده دي مش مظبوطة فيغيرها تمام ربنا هو اللي بيمن علينا بالعلم ولو ربنا منع العلم عن البشرية لا تقولي بقى ده كاترة ولا امريكا ولا اوروبا ولا كل الكلام ده الشافي هو الله العلم كله عند ربنا سبحانه وتعالى وكل ما انت حتتعلم اكتر هتعرف انك ما تعرفش حاجة طول ما انت جاهل هتفكر انك عالم يعني دايما اللي فاكر نفسه عالم وفاهم كل حاجة وعارف كل حاجة ده جاهل ده قمة الجاهل لانك كل ما بتتعلم بتكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى عنده يعني مدكش حاجة من العلم قطرة من العلم فتعلقوا بالله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالطبيب اتمنى اكون افتك بالفيديو ده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته